وما رقصت إن رقصت لكن القناص رمى ليس وحده أردي قتيلا ثم تكثر وثم تحزن يخيم على كبريات المدن العراقية تنام غاضبة وباكية على قتلاها لا الرصاص الحي منه ولا المططي ولا الغاز المدمع يرعب هؤلاء فمطالبهم واضحة ليس في وجه الفساد والنخبة الحاكمة فحسب وإنما ضد اليد الإيراني العابثة في البلاد موقف شعبي يبدو متناغما مع حكومة ترفض التدخلات الخارجية لكن ليست الإيرانية تحديدا فالحكومة ردت على ما قالت إن دولا أجنبية ومنظمات دولية تصدر بيانات حول العراق وهو ما لا تتحمله الحكومة وترفضه لكن اللافت أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لم يتردد في نصح من يهمهم الأمر في العراق ولبنان بجعل استعادة الأمن في البلدين أولوية نصائح رد عليها المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق على السستاني وحذر من أي تدخل خارجي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الحكومة الرافضة لمصادرة إرادة الشعب يبدو أنها تقف عاجزة عن وضع حد لمصادرة حياة كثيرين سقطوا في التظاهرات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي بحث مجددا مع قادة أمنيين التطورات في البلاد جدد التأكيد على حماية المتظاهرين السلميين تأكيدات تقابلها خرقات سرعان ما ينفي القادة المسئولية عن قواتهم وسط وعود بمحاسبة المتجاوزين وإلى ذلك الحين فالمشهد مفتوح على كل الاحتمالات حتى وإن كان رقصا في وجه الموت غسان أبو الهزة العربية